دربتي مثل حقيقة جميل جدا جدا لمدينة بورسعيد طيب انت نشأتي في المنصورة هل وجدتي ايضا هذه المراعاة لسلوب البناء وترز البناء في المنصورة؟ اه طبعا كواحدة من مدننا يعني المنصورة ناس كتير ما تعرفش يقاف مدينة المفروض انها كتمركز لتجميع الحاصلات الزراعية في منطقة المحافظة او منطقة الديلتا ففيها بالتأكيد احساس بالطبع الريفي لكنها في نفس الوقت كانت مدينة كوزمو بولاتينية عالمية في المقام الاول يعني بص تلاقي كان فيه طالينة وكان فيه يونانيين غير المصريين غير يعني يعني تشبه الاسكندرية مثلا تشبه الاسكندرية جدا بس مش على البحر على النيل وكان فيها سينمات كتيرة جدا كمان سينمات صيفي اللي اختفت من مصر كلها انا فاكرة كويس قوي السينمات الصيفي في المنصورة وكان كمان فيه مصرح وشغال انا كنت في فرقة في المدرسة كنا في فرقة بتاعة رأس ومصرح وكذا فكان الاحتفال السنوي بيحصل في المصرح اللي هو كونكتد بمبنى البلدية على البحر لو حضرتك تذكري يعني فكان فيه حياة مناسبة للكوزمو بولاتينية دي لكن في نفس الوقت فيه الخير بتاع الريف في بعض الاحياء التانية وكان فيه تجاوب او فيه حوار ما بين الريف والمدينة بشكل الحقيقة كان مميز جدا في مدينة المنصورة وحضرتك كما ما تنسيش انه معظم الاعيان كانوا بيبعثوا اولادهم المنصورة للتعليم فكان بيجي ناس من دميات وناس يعني قيلة والدي مثلا كانوا دميطة يبعثوا ولادهم في المدرسة الثانوية في المنصورة او المدرسة المنصورة يعني ففيه هي مركز كوزمو بولاتيني وفيها عمارة طبعا مميزة جدا يمكن دي اول احتكاكي بالتراس لانه كنا سكنين في عمارة عريقة جدا في حي المختلط عمارة الشناوي فطبعا العيشة فيها كانت جميلة جدا ويمكن ده اول مشروع بحثي عملته لتسجيل المباني دي لكن للأسف بقى طبعا يعني الحفاظ عليها حاجة صعبة يعني لما تعرفي ان ايجار الشقة الوحدة ما بيتجوش الخمسة جنيه يعني الناس الملاك هيعملوا ايه؟ فاحنا الحقيقة محتاجين استراتيجية عاجلة للحفاظ على التراس في المدن دي وهل احنا ايضا محتاجين استراتيجية عاجلة لوضع تصور لكل ما هو جديد في مجال المدن احنا كل فترة بننشئ مدن جديدة بتنشأ شبه بعض مهما كان المكان هل ده مش صح؟ مش صح طبعا يعني لازم العوامل الجغرافية بتاعة كل حي او كل مدينة تتخذ في الاعتبار ونبحث عن ما يمكن ان يميز هذا المكان من ناحية السكانية كمان يعني حضرتك مثلا لما تشوفي مصر الجديدة برجع لها تاني لانها كانت مثال جيد ما كانش فيه طبقة واحدة عايشة فيها وما كانش فيه كمان اسوار بتفصل بين الاحياء المختلفة لكن فيه اماكن منطقة للفلل ومنطقة للعمارات ومنطقة للعمال وكلها فيه تجانس فيه صلات بينهم فيه صلات طبعا يعني مش هتعيشي في كزيرة يعني